ادبيبا لا يمكن لأي شخص أن يتكلم باسم أي منطقة كوبتشي يجدد التزام الأمم المتحدة في تحقيق كل استحقاطات المرحلة مجلس الأمن يفشل للمرة الثانية في التوافق على بيان بشان السودان من العنوين إلى التفاصيل مشاهدين أهلا وسهلا بكم رسالة مفتوحة وجهها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميدة دبيبا إلى أهالي المنطقة الشرقية ولا سيما برقة كلام في السياسة والدفاع والاقتصاد طلب فيه عدم تحميله مسؤولية تاركة ورثها عن أسلافه محددا أن الصراع في ليبيا ليس جهويا بل هو سياسي بحت ولا يمكن لأي شخص أن يتكلم باسم منطقة رافضا كليا تقسيم ليبيا أو التفرق بين الليبيين وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبا كلمة مساء أمس إلى أهالي المنطقة الشرقية أكد خلالها أن توزيع المناصب والتعينات جرت بشكل جغرافي وعادل مشددا على أن التعينات والاختيارات قائمة على الكفاءة في المقام الأول أعتقد أن الحكومة هذه تمت باختيار جميع مناطق ليبيا وأنا نقول لكم كوزراء كوزراء راهو الحكومة فعلا فيها نوع من التوزيع الجغرافي العادل اللي نعم ما كنت حتى كنت نفكر فيه ولكن في نهاية المطاف خرجت حكومة فيها من جميع القبائل كما وأعلنت دبيبا عن تدشين صندوق بمليار دينار لإعادة إعمار بنغازي وأنه سيتم إحالة المشروع قريبا مؤكدا أنه لم يحدث في تاريخ ليبيا أن تم تخصيص مليار دينار لبنغازي وردا على البيان الذي اتهم فيه مسؤول برغاف الحكومة بأن دبيبا لم يلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق أوضح رئيس الحكومة أن 37% من مخصصات البلديات كانت للمنطقة الشرقية بينها 8% لبنغازي وحدها وقال مدير عام جهاز المواصلات إن 45% من مشروعات المواصلات التي جرى تدشينها هي في المنطقة الشرقية موضحا أنه تم تخصيص 900 مليون لجهاز مشروعات المرافق 300 مليون منها للمنطقة الشرقية كما أوضح رئيس الحكومة أن ديون الحكومة السابقة بلغت 600 مليون دينار متابعا لا تحسبوني إلا على أداء حكومة الوحدة الوطنية وليس على الحكومات السابقة كما رد دبيبا على وكيل وزارة الداخلية في الحكومة للشؤون الفنية فراج جعيم قائلا إن على جعيم التزام حدوده ولا علاقة له باختيار وزير الدفاع هذا واعتبر دبيبا أن الصراع والحروب التي جرت في ليبيا ليس جهوية بل أنه صراع سياسي بحت ولا يمكن لأي شخص أن يتكلم عن منطقة كما أكد أنه لن يقبل بتقسيم ليبيا أو التفرق بين الليبيين فالحكومة هي حكومة الوحدة الوطنية ولذلك فهي في خدمات كل الليبيين وقد جاءت الكلمة إثر منع فريق حكومي شكله دبيبا يوم الجمعة الماضي في مهمة عمل رسمية في بنغازي لمدة أسبوع لزيارة القطعة العامة التابعة للحكومة من الزاوية ينضم إلينا متابع للشان الليبي سيد عبد العظيم البشتي أهلا وسهلا بك سيد البشتي اليوم عندما يتحدث دبيبا بهذه اللهجة لهجة الأرقام ولهجة حتى الصعبة ولأول مرة ممكن يتحدث بها لسيد جعيم بقوله يجب أن يلزم حدوده حدوده برأيك هل أدبيبا يرى بأن برق اليوم أو المنطقة الشرقية من الممكن أن تسلبه مكانة في رئاسة الحكومة؟ مساء الخير شكرا على استضافة وتحية لكم ولكل المشاهدين بأتقادي سيدة بيبا فعلا يحاول أن من خلال الوضع الصعب دون شك نحن نعرف أن بنغازي تحت سيد ارتصاد وزير الدفاع وهذا يعيب كثيرا الحركة السلسة وتوزيع حتى المشاريع أو وزيع مسائل التنمية ومسائل المالية كل هذه أكيد تشكل يعقاد ولكن أعتقد أن سيدة بيبا لن يكون غير منصفا في هذا الجانب وسيعمل ما في وسعي أن تتم بالذات فيما تعلق بمشاريع التنمية والميزانيات العامة سيكون دون شك باعتقادي منصفا ولن يتباطى في ذلك ولكن مع هذا تمت كثير من العرقيل كما قلت وهذا الإقسام الحاصل بين الشرق والغرب هو صورة مختلفة سيشكل مع علامة استفاهم ويشكل عدم فدرة السلطة على تأكد من شكل أوجه الصرف للميزانيات هذا كله من شأن أن يعقد المسألة وكل ما نأمله أو نتمنى فعلا لتكون يكون سلطة لكل البلد يعني سلطة مهما أين كانت سلطة لكن سلطة على كل إيبا لكن سيد البشتي إذ ما تحدثنا بشكل يعني ووقفنا بشكل أو في نقطة موازية لكافة الأطراف دالنا نقول بأن المنطقة الشرقية لم تأخذ حصتها من الميزانية التي تصرف من قبل حكومة الوحدة الوطنية بعكس باقي الجهات في ليبيا أو بالتحديد عكس طرابلس اليوم لم نرى بناية بنايات لم نرى طرق تجدد لم نرى حملة صيغانة لم نرى حتى جهات أو مؤسسات استقبلت وفود كما استقبلت طرابلس دون شك يعني في كل الأحوال يجب على أن آلنا في المنطقة الشرقية وحبان غازي وكل مدن الشرق يجب أن تتحمل وزر هذا الإشكال الموجود كما قلت وهو إشكال عمليا السلطة الحقيقية في منطقة الشرقية إلى السيد وزير الدفاع وبالتالي هذا من شأنها أن يعيق بعض الشيء في صرف الميزانيات أو يعني كما لو أن هذه الميزانيات تصرف للسيد حفتر وطبعا هو يجب أن يتعامل مع المؤسسات الإدارية في بنغازي ويجب فلن توزع الميزانيات بشكل عادل وبعيدا عن حساسية الأمر على مستوى السلطة العليا في البلد وهذا سيحاسبه سيحاسب من قبل كل الليبيين لن يجب أن تتحمل أهل النور بنغازي يعني جريرة ما يحدث من القسام وهو جموة من القسام هذه الميزانيات هذه الموال الليبية هذه الموال يجب أن توزع لكل الليبيين بالعدل ويجب أن تكون عذرا بكل أي حال من الأحوال مثال كما قلت أن المنطقة السلطة تحت سيطرة سيد حفتر عليه أن يوزع الميزانية بعدل وهذا حق منطقة الشرقية وحقها لنا في الشرق المتابع لشأن الليبي من الزاوية عبدالعظيم البشتي شكرا جزيلا لك تواجدك معنا هذا هو بحث المجلس الرئاسي مع المبعوث الأممية يانكوبتش مستجدات العملية الانتخابية وآلية إخراج المرتزقة من ليبيا إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية كان الموضوع الأبرز الذي تناوله المجلس الرئاسي برئاسة محمد لمنفي مع رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا يانكوبتش كما ناقش الاجتماع آخر الاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي بشأن ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات خلال شهر نوفمبر المقبل كما تطرق اللقاء إلى ما حققته اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 من خلال العمل على تنفيذ الخطة التي أقرتها في اجتماعها الأخير في جينيف والتي تهدف إلى خراج المرتزقة بشكل متزامن وفق جدول زمني محدد وأكد لمنفي خلال اللقاء ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الاستقرار الدائم من جهته أكد كوبتش التزام الأمم المتحدة بالعمل للوصول إلى الاستقرار والسلام في ليبيا من خلال تحقيق كل استحققات المرحلة في القاهرة أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروماني كلاوس هانيس خلال مؤتمر صحفي مشترك على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد ما يضمن الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانس أن بلاده تدعم الاستقرار وعملية التحول الديمقراطي في ليبيا في إطار التحالف ضد داعش لتحقيق السلام في شمال إفريقيا ومن ثم أوروبا وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية أن رومانيا تدعم جهود مصر في إيجاد أفضل السبل لإرساء السلام في القارة الإفريقية وأشر الرئيس الروماني أن مصر تلعب دورا أساسيا في حل قضايا المنطقة ومنها الأزمة السورية والملف الليبي من جهته أكد السيسي على أن إجراء الانتخابات الليبية في موعدها يتيح للشعب الليبي فرصة اختيار حكومة موحدة تحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها وشدد الرئيس المصري على أهمية الالتزام بمقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأزمة الليبية لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 25 سبعين الداعي لسحب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية مع عدم استغلال الساحة الليبية لتحقيق مصالح وأغراض سياسية لأطراف أخرى بحث نائب وزير الخارجية روسي ميخايل بوغدنوف مع سفير مصر لدى موسكو إيهاب نصر آخر تطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على رأسها مستجدات الوضع في ليبيا وسودانا كما تناول الاجتماع تعزيز التعاون بين البلدين تناول تقرير شبكة بي بي سي زيارة لمنزل رمضان العبيدي والد منفذ تفجير قاعة الاحتفالات بمدينة منجستر البريطانية سلمان العبيدي داخل العاصمة طرابلس تقرير ميدني نشرته شبكة البي بي سي الإخبارية عن منزل رمضان العبيدي وزوجته سامي الطبال في العاصمة طرابلس التقرير نشر صوراً لمنزل الأسرة الذي تتركه تارة ومن ثم تعود إليه تارة أخرى ناقلاً عن مصدر أمني اللي بي قوله إن عدم وجود أي اتهامات لوالد وولدة الإرهابي سلمان العبيدي منفذ تفجير منشستر أرينا لا يمنع وضعها تحت المراقبة وأكد المصدر الأمني أن المراقبة مستمرة وأي شيء يحصل سيكون تحت السيطرة فيما بيّن التقرير أن الأسرة تقيم في المنزل الكائن في ضواحي العاصمة طرابلس أحياناً لمدة أسبوع وأخرى لبضعة أيام في وقت يعتقد فيه أن إسماعيل العبيدي قد عاد إلى ليبيا ليكون مع أسرته وفي حادث لها مع البي بي سي أشارت وزيرة الخارجية نجلاء المنغوش إلى وجود تواصل بين سلطات ليبيا وبريطانيا بالخصوص فضلاً عن تعاون بين مكتب النائب العام وبعض الشخصيات البريطانية هذا وتهرب رمضان العبيدي وزوجته من الاستجواب المحتمل لهما عبر السفر إلى ليبيا ليلحق بهما ولدهما اسمعيل للغرض نفسه وولد رمضان العبيدي في الرابع والعشرين ديسمبر خمسة وستين وهو رئيس عرفاء صابق في جهاز الأمن الداخلي كان يقضن حتى سنة ألف وتسعمائة وواحد وتسعين في مدينة طرابلس بقصر بنغشير قبل أن ينشق عن النظام الصابق ويغادر إلى بريطانيا التي أعطته حق اللجوء فمكث في لندن لفترة قبل أن ينتقل إلى مانشستر حيث كان يمارس نشاطا دعويا بأحد المساجد الذي تردد عليه ابنه سلمان أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن مجمع الزاوية للتكرير البالغة طاقته ألف أو مئة وعشرين ألف برميل في غرب البلاد أصيب بأضرار بالغة إثر الشبكات بين مجموعات المسلحة هذا وأدنت المؤسسة الحادث ووصفته بأنه عمل إجرامي وغير مسؤول مغشرة إلى أن المواجهات المسلحة استمرت حوالي ثلاث ساعات غير مبالين تماما بحياة العاملين في هذا الموقع أسطول من الغواصات المهملة التي تحولت إلى ركام من الحديد في البحر بعد سنوات من الإهمال وعدم القدرة على استخدامها وصيانتها من قبل البحرية الليبية أسطول من الغواصات الليبية لم يتبق منها إلا هياكل صدئة تتوزع على الموانئ بعد أن كانت حلما بمشروع قوة بحرية ضاربة سعى إلى بنائها معمر القدافي في السبعينات والثمانينات جهود كبيرة بديلت في هذا الاتجاه حيث خصص الأموال الضخمة لشراء ألاف الدبابات ومئات الطائرات الحربية بما في ذلك القادفات بعيدة المدى علاوة على الصفن الحربية المخصصة للإنزال القدافي شرع منذ زمن في بناء قوة بحرية حاول تزويدها بمختلف أنواع الصفن والقوارب الصاروخية اشترى أسلحة هامة من فرنسا وإيطاليا ثم اعتمد بشكل أكبر على الاتحاد السوفيتي لتحقيق هذا الحلم مشروع الغواصات الليبية بدأت قصته منذ نهاية عام 1971 باجتماع بين قيادات في البحرية الليبية ومسؤولين في البحرية السوفيتية إلا أنه انتهى بالفشل لعدم وجود خبراء في شؤون الغواصات في صفوف الوفد الليبي وبحلل عام 1983 حصلت ليبيا على ثلاث غواصات ليرتفع بذلك أسطولها إلى ستة حملت الأسماء التالية بدر الفاتح أحد المطرقة خيبر وحنين إلا أنه لم تتمكن طواقم الغواصات الليبية من التعامل مع هذا النوع من الأسلحة الحديثة والمتطورة التي تحتاج إلى عناية فائقة وقدرات لتشغيلها وصيانتها فبدأ الإهمال يدب فيها بعد سنتين من الحصول عليها وعدم تنفيذها أي مهمات بحرية في المتوسط إلا نادرا وبقيت هذه الغواصات بلا حراك في الموانئ الليبية يتآكلها الصدى خمس منها في موانئ شرق البلاد وواحدة أرسلت مطلع التسعينيات إلى لاتيفا التابعة حينها للاتحاد السوفيتي لإجراء إصلاحات وبقيت هناك بعد انحلاله أثر على جثث متحلل داخل موقع مشروع تنفيذ مدرسة في سيرت هذا وقد أعثر عليها أو عثر عليها شركة الاتفاق للصيانة والبناء في مقبرة جماعية خلال أعمال الحفريات والتجهيز للمرحلة الأولى من بناء مدرسة ابن خلدون النمودجية وتعود المقبرة والجثث المستخرج منها إلى فترة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المدينة أي خلال العامين 2015 و2016 أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في رعترابلس إعادة 134 مهاجر إلى بنغرديش ضمن برنامج العودة الطوعية الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وقد أعيدوا إلى بلادهم عبر مطار معتيقة إلى مطار العاصمة دكة بعد مؤفقة وزارة الداخلية ومكتب النائب العام وبمتابعة مباشرة من نائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تستجيل 624 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1562 حالة شفاء و15 حالة وفاء إضافة إلى 181 حالة حريجة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية مشاهدين نتابع النشرة بعد فاصل قصير وفيها تونس في مهب الأزمات أهلا بكم من جديد فشل مجلس الأمن الدولي مرة ثانية في التوافق على اعتماد بيان بشأن أحدث السودان بسبب تباين الأراء الوضع في السودان يغلي على نار حامية بعد أن انقلبت السلطة العسكرية على المدنية ومكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أكد عودته إلى منزله بعد إعلان رئيس مجلس السيادة لانتقال عبدالفتاح البرهان وجود حمدوك في منزله بعد احتجازه مقطع فيديو متداول يظهر قوات الأمن السودانية وهي تفتح النار على المتظاهرين على الطريق المؤدي إلى مطار الخرطوم فقتل ثلاثة أشخاص بالرصاص وأصيب أكثر من ثمانين آخرين ولا يزال المتظاهرون يواصلوا لاحتجاجاتهم حيث يغلقون الشوارع الرئيسية في البلاد رفضا لاستيلاء الجيش على السلطة أما في ردود الفعل الدولية والإقليمية فقد أعلن البنك الدولي تعليق مساعداته للسودان حيث تتزامن هذه الخطوة مع علان الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأفريقي مواقف تدين استيلاء الجيش على السلطة في السودان وفي وقت سابق من اليوم أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به في طلق إطاحة العسكرين بالحكومة المدنية من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية الانقلاب بتطور كارثي يجعل البلاد في وضع محفوف بالمخاطر وفي استياق نفسه أربط وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها إزاء مصير الانفتاح الديموقراطي في السودان وتطلعات شعبه كذلك أعلن المتحدة عن تعليق مساعدتها للسودان من فرنسا ينضم إلينا الإعلامي عاطف علي صالح أهلا وسهلا بك سيد صالح اليوم برأيك كيف ترى ما يحدث في السودان هل هو انقلاب أم أنه هو انفتاح ديموقراطي يعني أولا مصار خير عليك وعلى كل مشاهدي هذه القناة يعني السيدة البطان ألغى الشراكة بين العسكريين والمدنيين ومزق أيضا الوثيقة السورية يعني في المؤتمر الصحفي الذي شاهدنا يعني كيف سيحمي الثورة ويصحح مثار الثورة والآن الضحايا يتساقطون في السودان يعني للأسف الشديد الآن يعني الوعي اختلف تماما كنا نتحدث عن انقلاب وثورة وانقلاب وثورة في السودان ولكن يبدو أننا في الشوطة الأخير من اللعبة بمعنى أن الآن هناك حركات مسلحة تتبع للجيش نتحدث عن الدعم السريع بغيادة محمد حمدان داقلو نتحدث عن قوى إعلانة الحرية والتغيير التي هي في الطرف الآخر نتحدث عن مني أركم الناوي وهو في طين حركة تحرير السودان ونتحدث أيضا عن العدل والمساواة لقيادة خليل إبراهيم جبريل إبراهيم طيب يعني لنفهم من حضرتك فقط سيد صالح يعني بس للتوضيح أن هي من الأول كانت حركة ثورية ديمقراطية لأنها انقلبت إلى انقلاب عسكري مسلح انقلاب عسكري مسلح يعني أنا أتفق مع قوى انقلاب عسكري مسلح لكن مهجن بمواصفات أخرى ستكون خاتمة للانقلابات العسكرية في السودان بمعنى أن هذا الانقلاب العسكري سيكون الأخير لأننا سنضي إلى حمام دم وهذا ما لا يتمناه أحد لماذا؟ لأن هناك الآن حركات مسلحة مع الجيش وحركات مسلحة مع تجمع المهنين ومع القوى المدنية الحية في الشارع نحن نتحدث عن حركات مسلحة في دارفور وحتى لا نغرغ المشاهدة الآن في تفاصيل أخرى ولكن باختصار هناك الآن المؤسسة العسكرية بغيادة السيد البرهان معه قوات الدعم السريع بغيادة محمد حمدان دقلو وهناك قوى أخرى من دارفور مع هذا التجمع طيب باختصار فقط سيد صالح ما الذي سوف يحدث برأيك في السودان هل ستتمكن القوى العسكرية بقيادة السيد البرهان من السيطرة على البلاد أم أن سيد حمدوك سيظل كرئيس الوزراء سيد حمدوك الآن رئيس الوزراء السوداني الآن هو في الاقتامة الجبرية ممنوع من التعامل من الاتقاء بسفراء الاتحاد الأوروبي الموجودين في الخرطوم الآن الوضع كالآدي هناك ضحايا يزخطون كل يوم في الخرطوم هناك مراقبة دولية لما يحدث في السودان الاتحاد الأفريقي الذي هندس الاتفاقية بما يعرف بالوثيقة الدستورية بين المدنيين والعسكريين هو شاهد على هذه الوثيقة إذن الوضع في السودان غير معلوم بانتظار نتائج من الممكن أن تفضي إليها هذا الانقلاب المسلح حسب دكريك سيد عاطف صالح شكرا جزيلا لك كنت معنا من فرنسا تعاني تونس من أزلة سياسية حادة منذ اتخاذ الرئيس قيس سعيد قرارته الاستثارية التي تعتبرها بعض القوى السياسية انقلابا على الدستور في وقت ترى فيها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011 كشف وزير الخارجية تونسي عثمان الجرندي عن قيام رئيس الجمهورية قيس سعيد بمشاورات متعددة لتنقية الأجواء وأعطاء خارطة الطريق أو رسم معالم المرحلة القادمة التي سوف تؤكد أن تونس فعليا هي دولة ديمقراطية ومقبلة على مستقبل مشرق وتنمية مستدامة مع شركائها وأصدقائها وأكد لجرندي أن تونس دولة لها مصداقية وخطوة في المجتمع الدولي وفي جميع المؤسسات الأممية وأن الرئيس سعيد كان واضحا منذ البداية في تفسيره للمجتمع الدولي وأكد أن المرحلة الاستثنائية هي مرحلة لن تدوم وسوف تؤسس لدولة ديمقراطية وليس هناك أي تراجع إلى الوراء على مستوى الالتزام بمختلف مقاومات الحوكم الديمقراطية وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر أربعة أوامر رئاسية بتسمية أربعة مستشارين لرئيسة الحكومة نجلاء بودين بينهم ثلاث نساء ووفق الأوامر الرئاسية تمت تسمية كل من حاتم القفص وسارة رجب وعاقص البحري وسامية قددور في خطة مستشار لدى رئيس الحكومة نجلاء بودين ارتفعت حصيلة هجوم ديالي إلى 15 قتيلا ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتكتيف الجهد الاستخباراتي لمنع تكرار الهجمات ارتفعت حصيلة وضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف قرية الرشاد في محافظة ديالا الذي شنه مسلحون إلى 15 قتيلا و13 جريحا وقد هاجمت مجموعة من مسلح داعش قرية الرشاد بأسلحة قنص ورشاشات ثم لاذى أفرادها بالفرار في سياق متصل وجه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى القازمي قوات الأمن بتكثيف الجهد الاستخباري لمنع الهجمات وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي ومنع تكرار أي خرق أمني مشيرا أن جريمة المقدادية بحق شعبه لن تمر من دون قصاص في المقابل لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن خلال الأشهر الأخيرة زادت وطيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من داعش لا سيما في المنطقة بين كاركوك وصلاح الدين وديالا المعروفة باسم مثلث الموت أعلن الجيش اليمني عن مقتل وإصابة العشرات من جماعة أنصار الله الحوثية بينهم قيادات ميدانية في جنوب مأرب شمال شرق البلاد هذا وقلت القوات المسلحة اليمنية إن المعارك مستمرة ويكبد الجيش مع المقاومة الميليشيا الإيرانية خسائر كبيرة قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن بلاده حريصة على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية وذلك عقب حديث عن أزمة بين بيروت والرياض إثر تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الأزمة اليمنية هذا وقد استدعت السعودية سفير لبنان في الرياض للاحتجاج على تصريحات القرداحي كما أعلنت وزارة الخارجية الكويتية استدعاء القائمة بالأعمال اللبناني للاحتجاج على الموضوع نفسه مشاهدين نتابعوا نشرب على فاصل قصير وفيها احتجاجات ضد زواج أميرة اليابان أهلا بكم من جديد زواج الأميرة اليابانية من زميلها في الجامعة أثر احتجاجاتا في شوارع العاصمة توكيو السبب في هذا التقرير تسبب قرار الأميرة اليابانية ماكو بالزواج من خطيبها وهو من عمة الشعب بخروج تظاهرات احتجاجية في يوم الزفاف الأميرة ماكو الإبنة الكبرى لأمير البلاد تزوجت من زميلها وهو طالب بسيط وتسبب هذا القرار في غضب فئة من اليابانيين الذين يلتزمون بالأراء المحافظة فخرجوا إلى الشارع يوم الحفل للاحتجاج في العاصمة توكيو ويعود رفض المحافظين لهذا الزواج لسببين الأول يتعلق بأحباط والد الأميرة وأسفه لقرارها على الرغم من أنه لم يظهر ذلك أما السبب الثاني فيعود لفضيحة غريبة تتعلق بإسرة العريس فبحسب الشائعات فإن والدته اقترضت مالا من رجل كان سيتزوجها ولم ترجع هذه الأموال وهو ما ظهر في ملصقات حملها المتظاهرون خلال خروجهم في الشارع وأثارت الخطبة التي استمرت ثلاث سنوات بين الأميرة ماكو وأخطيبها كومارو جدلا وصل إلى الوصف بالفضيحة وهو ما بدأ عندما ذكر الصحيفة أن كومارو متورط في فضيحة مالية مشاهدين إلى الصفحة الاقتصادية مع انتصار بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد نحويج المشاكل والعرقيل التي تواجه الغرف التجارية في أداء عملها المناطبها وسبول تدليلها جاء ذلك خلال اجتماع للوزير مع وكلاء الوزارة ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لبحث ألية تنظيم ومتابعة السوق المحلي قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري إن عرض النقود حالياً في حدود 117 مليار دينار موضحاً أن هذا الرقم يشمل العملة خارج المصارف بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب لدى البنوك وأوضح العكاري أن هذا المبلغ يحتاج إلى سوق مالي منظم ونشط قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إعفاء عقود مشروع الطريق السريع الجديد مساعد راسجدير من ضرائب الدخل وغيرها من الضرائب باستثناء ضريبة الدمغة دولياً قال صندوق النقل الدولي إنه يتابع الأحداث في السودان بعد الانقلاب العسكري الذي دفع بعض المانحين الرئيسيين إلى تعليق مساعدتهم المالية وأوضح الصندوق أنه من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان أعلن تويتر تسجيل خسائر بلغت 537 مليون دولار خلال الربع الثالث هذا العام بعد دخوله بتسوية لدعوة قضائية كان قد رفعها مستثمرون في الموقع قبل سنوات بزعم أنه قد جرى تبديلهم بشأن التباطئ في نمو المستخدمين شهدت الأسواق العالمية طلباً مرتفع على كافة السلع بما يفوق قدرات المصانع والشركات الأمر الذي خلق ضغطاً كبيراً على الخمات ما تسبب فارتفاعاً كبيراً في أغلب السلع خاصة الطاقة الأمر الذي ينعكس على أسواق المعادني في أغلب الدول في السوق الموازي استقر سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية ليسجل أربعة دنانير وواحد وتسعين قرش فيما شهدت باقي العملات الأجنبية والعربية انخفاضات وارتفاعات طفيفة مشاهدين من الاقتصادي للأحوال الجوية مع استيسي مساء الخير طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا بينما تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بتقالبات جوية في المنطقة الوسطى السماء مغطات بالصحب وتتكاثر أحياناً مع احتمال فقوط أمطار متفارقة مصحوبة بخلايا رعدية خاصة على المناطق الساحلية والرياح متغيرت الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة في الشرق السماء قليلة السحب تتكاثر مع احتمال سقوط أمطار متفارقة على الخليج والجبل الأخضر والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة إلى الجنوب السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفارقة والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول إلى غربية والآن جولة على بعض المدن الليبية والعاصمة ترابلس تسجل 24 درجة مع احتمال زخات من الأمطار البيضاء 24 مع احتمال زخات رعدية من الأمطار بين غاز 25 مع احتمال أمطار خفيفة سرت 26 مع غيوم متفارقة مسراطة 25 تبرك 26 ونالو 22 درجة أما في غاد فالحرارة تسجلو 32 درجة سبها 29 هون 27 درجة تزربو 32 الكفرة 34 تجغبو 32 وغدامس تسجلو 25 درجة انتبهوا مشاهدين أثناء القيادة في المناطق التي تشهد انخفاضات جوية والآن لمحا عن درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والأوروبية اشتركوا في القناة هذا كان كل شيء إلى اللقاء شاهديني إلى صفحة الكريكاتور في ختم النشر نذكركم بموقعنا الإلكتروني وصدت الواي تنمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر